التي تساعد الإنسان وترفع من ثقته وتزيل من هذه الثقة أربعة عوامل دعونا ننظر إليها في البروجكتور هذه الصورة الأولى طيب ما في معلومات صور لاحظوا الصورة أولاً كثير من الناس يرى حياته بهذه الطريقة ويرى أن مستقبله سينتهي بهذه الطريقة وما ظنك بإنسان يتخيل أنه في يوم الأيام سيكون في هذا المكان كيف سيكون إقدامه على العمل لذلك الحسن البصري له كلمة عجيبة يقول إن قوماً قالوا نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل لو أنك إنت واثق أن الله عز وجل وما أحسن الظن في الله عز وجل لو أحسنت الظن لأحسنت العمل لعملت ولما ترددت في أن تعمل كثير من الناس لديه مشكلة في ذلك لذلك أربعة عوامر رئيسة في ارتفاع مستوى الثقة عند الإنسان رقم واحد نظرتك لله عز وجل نظرتك لله عز وجل إن أحسنت الظن ثقثة تامة بأنك تملك من الإيمان بالثقة وبقدراتك ما يصنع لك العجائب والله أن الذي يصعد الجبل لن يصعد الجبل إذا كان لا يثق بالحبل والله إذا ما وثقنا بالله لن نستطيع أن نتحرك بثقة يقول الله عز وجل ومن يؤمن بالله في قراءة لأبي بكر غير متواترة يهدأ قلبه إذا أنا وافق بأن كل ما سيكتب الله عز وجل هو خير لي نحن لا نخشى إلا من حاجة وحدة نخشى من النتائج نجدهد ونعمل ونستعد للمقابلة الشخصية ونستعد للعرض ونستعد للامتحانات ونستعد ونستعد لا نخشى من هذا الاستعداد نحن نخشى من النتائج فإذا كنا نوقن أن النتائج بيد الله عز وجل وأن الله عز وجل حق وقد قال سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي هنا اشتظن من أنت هنا اشتظن أنا عند ظن عبدي بي في رواية الإمام أحمد إن خيرا فخير إن شرا يا الله فشر يقول ابن حجر أي أنني قادر على أن أفعل به ما ظن أني فاعل به أنت اش ظنك ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ما هو ظني وظنك بالله عز وجل رقم واحد رقم واحد إحسان الظن بالله عز وجل نظرتك لله عز وجل ما هي ثانيا نظرتك لنظرة الله عز وجل تهز ثقتك ولا ترفع ثقتك ما هي نظرتك لنظرة الله عز وجل لك لذلك لذلك ذنوب الخلوات تحط من تقدير الذات ذنوب الخلوات الواحد تفوت الصلاة ما يصلي الفجر إلا بعد ما تطلع الشمس ذاك اليوم تهتز ثقت في نفسه لماذا؟ لأن نظرتك لنظرة الله عز وجل فيها خلل ذنوب الخلوات تحط من تقدير الذات إذا تحول الإنسان إلى التظاهر بفعل المليح وترك القبيح وأراد الخير أن ينشر وأراد شره أن يستر وكان أمام الناس كأنه قديس وفي الخلوات كأنه إبليس ذلك الإنسان هو الذي تهتز ثقته في كل شيء في حياته إذن أولا نظرتك لله عز وجل من هو الله؟ من هو الله؟ ما عظمة الله؟ أنا عند ظن عبدي بي عمر له كلمة والله يا أخوان ونحن في ملتقى التغيير والله عمر رضي الله عن عندك كلمة والله غيرت حياتي والله غيرت حياتي يقول عمر والله لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لاحظوا النتائج والله ما أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره ليش يا أبا حفص لماذا يا عمر قال لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره إيمان مطلق بالله عز وجل والله يا جماعة أني أوقف قدامكم وأقول طيب يا يجيني الشيطان الشيطان يعدكم فقط طيب أفرض مثلا ما قلت شيء مفيد خيرة لي أفرض ما قدرت تحضر اليوم والله خيرة أفرض إن كان أدائك سيئ خيرة عندما نؤمن ونسلم يدنا لله عز وجل عندها فعلا نشعر بالثقة في ذواتنا وفي أنفسنا لذلك ابن القيم يقول حلوا حلوا الخوف التسليم إذا بغيت تحل الخوف التسليم والتسليم أن تدع مستقبلك وحياتك عند الله عز وجل وحسبه سبحانه وتعالى إذن واحد نظرتك لله ونظرتك لنظرة الله لك اثنين اثنين وتأخذ في هذه الصورة والله صورة آلمتني صورة آلمتني صورة آلمتني كم من الناس من علق كم من الناس من علق حياته بما يقوله الناس عنه واعتقد أن رأي الآخرين فيه ومن يشعر بالسعادة لذلك رقم اثنين نظرتك للناس من هم الناس هل هم مثل هذه الصورة هل الناس يمكن أن يوجدوا لك رزقا أن يمنعوا عنك خيرا أن يقدموا لك شيئا لا والله الناس أمثالهم أمثال لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن يقدموا شيئا إذن نظرتك للناس من هم الناس ثم نظرتك لنظرة الناس لك نظرتك لنظرة الناس لك هل تعتقد أنهم يشعرون بأنك مقبول بأنك تحب نفسك بأنك محبوب لديهم بأنك ضريف هذه النظرة التي تشعر بها تتحكم في سلوكياتك إذا دخلت عند ناس وهؤلاء الناس أو هؤلاء الناس تعتقد أنت أنهم يعتقدون أنك ضريف فأول ما ستفعل هو إلقاء النكت لأننا عادة نفعل ما نتوقع أن الناس ينتظرونه منا فنظرتك نظرتك لنظرة الناس لك أيضا تؤثر في ثقتك في ذاتك أيضا رقم ثلاث نحن قلنا نظرتك لله نظرتك لنظرة الله لك ثم نظرتك للناس ونظرتك لنظرة الناس لك ثم نظرتك لقدراتك نظرتك لقدراتك ليس قدراتك ليست قدراتك ترفع ثقتك إنما هي نظرتك لتلك القدرات وأعطيك مثال بسيط واحد ما يعرف إنجليزي أو ما عرفت بالإنجليزي شيء بسيط ويطقطك كذا لما يدخل مطعم وهو ما يعرف إنجليزي ستجده في تلك اللحظة لأنه يعتقد أنه يجب أن يعرف إنجليزي وهو داخل في تلك اللحظة يشعر بنوع من الارتباك وتزاز الثقة فتجده لا يتقدم مع الناس ويسبقه الآخرون ولا يستطيع أن يطلب وإذا أخطأوا في الطلب ما استطاع أن يحاورهم كله اهتزازا لثقته بنفسه شخص آخر ثقة في نفسه عالية لأنه يعرف إنجليزي ودخل وطلب ما عنده أي مشكلة ولكن لغة في الإنجليزي ليست عالية جلس مع الناس هؤلاء الناس يعرفون لغة الإنجليزية بشكل عالي جدا ولأنه يعتقد أن أقل منهم في تلك اللحظة هو ثقة في نفسه تهتز ولا يستطيع أن يتحاور معهم بذات اللغة لأنه يخشى من ذلك ليه؟ لأنه ينظر إلى اللغة الإنجليزية أنه يجب أن تكون أو يكون معها اللغة الإنجليزية نفس المطعم دخل ذاك الشاير سلام عليكم عليكم السلام ما عندكم كذا ما عندكم كذا ما عندكم كذا ما أحد جاوبه وما في أحد يتكلم عربي أنتم جايين عندنا ولا تكلمون عربي لازم يتكلم إنجليزي ايش سووا لي في المطعم كلهم ندسوا وخافوا منه ليش دخل بهذه القوة بهذه الثقة لأنه ينظر إلى الإنجليزي أنه لا يجب أن يكون وأن يمتلك إذن ما هي نظرتك لقدراتك وليس ما هي شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر